متواجدين معكم الآن مع الراعي الفضي لملتقى بحاث الحجو العمر في فندق أبرو المدينة خلينا نشوف ايش سبب وجودهم هنا معنا في هذا الملتقى ايش يقدم للزوار اتفضل السادتنا السلام عليكم احنا فندق أبرو المدينة طبعا من اقدم الفنادق في المدينة المنورة خمسة جون نمتاز ان احنا بنطلع الساحة مباشرة عن بوابة السيدات صلنا تقريبا فندق أبرو المدينة 33 سنة من اقدم و اعرق الفنادق في المدينة المنورة عندنا سويتات و عندنا غرف مطلع الحرم و عندنا غرف عادية و عندنا منتاز بكثرة المطاعم عندنا بالفندق و غير كده انه كبار الشخصيات دائما بينزلوا عندنا الحمد لله احنا وجودنا اليوم في الملتقى راعي فضي و كمان حابين كنا نقدم خدماتنا و نعرض خدماتنا للزوار و نكون مشاركين في هذا المعرض الراقي شوي طيب الله عطيكم العافظ و شكرا لكم طبعا فندق أبرو المدينة من اعرق الفنادق المتواجدة في المنطقة المركزية ما شاء الله من فخامة دائما رؤساء الدول الملوك في الدول المجاورة دائما بينزلوا في هذه الفنادق لانت تعتبر فخمة وتعكس الطابع الرئيسي الحمد لله و احنا عندنا الطابع الكلاسيكي هو اللي يطغى على الفندق طعش كده دائما كبار الشخصيات و كبار الزوار يحبوا ينزلوا في فندقنا و الحمد لله انه احنا قدرنا انه احنا على قد هادة 30 سنة و 33 سنة اللي احنا فيه يعني فيه منافسين دخلوا في السوق و فيه منافسين خرجوا قدرنا انه احنا نكون الحمد لله المطلب الاول في الصفوة العالم الاسلامية في المدينة المنورة طيب الله عطيكم العافية شكرا لكم